ولكن قريت في أحد المواقع أن النادي الأهلي يطلب 200 مليون جنيه لرحيل محمد عبد مناء بيني وبينكم هم 200 مليون جنيه يعني حوالي خمسة لا حوالي 4 مليون دولار أنا بشوفهم قليلين على محمد عبد مناء لما تيجي تكتب أو لما تيجي تكتب بلاش تكتب لما تيجي تكتب وتقول أي كلام اكتب صح يعني حط رقم يتناسب مع محمد عبد مناء أنا بالنسبة لي محمد الشناوي رقمه أكبر من أي حد بالنسبة لي محمد عبد مناء رقبه أكبر من أي حد ياسر إبراهيم نفس الكلام كل اللعبة بالنسبة لي هي لعبة تتخطى القيمة اللي موجودة له من وجهة نظري أنا بشوف كده فلما تيجي تكتب محمد عبد مناء متين مليون طب خليهم خمسة مليون دولار انت حطت أربعة المتين دولي يعني أربعة فانت حط خمسة مليون دولار ستة مليون دولار سبعة مليون دولار قد يعني ممكن الناس تصدقك لكن متين مليون جنيه طبعا هو رقم كبير كده والناس حيث أنه هو رقم كبير وكل حاجة ولكن في النهاية هو رقم وجهة نظري أنه أقليل على محمد عبد منعم محمد عبد منعم واحد من أهم وأفضل اللي عابين في مصر خلال هذه الفترة في هذا المكان في النادي الأهلي هو اللي بيلعب الفترات الأخيرة بشكل مستمر فهتجدوا من هذه الإشعاعات كانت كثير جدا 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 خلال الفترة القادمة في البعض اجتهد وقال أن فلان وعلان وترتان حيبقوا برا الفرقة في كاس العالم واجتهدهم طلع مظبوط أنا بحقي الناس لأحقيقة لأنهم ناس اجتهدت فأصابت ولكن مش كل الحاجات اللي بتجتهد فيها أو دايماً الاجتهد بيبقى ليه دخان الاجتهد بيبقى ليه دخان عشان أعرف ومصادر عشان أعرف من خلالها مش مجرد كلمة ورقم بيتكتب وبيتقال وخلاص عشان الناس تفتح وتشوف وتشير وتعمل والكلام اللي حضراتكم عارفين وبالتالي خلي بالكم خلال هذه الفترة من كثرة الكلام وكثرة الإشعاعات وكثرة الحواديد على ما يخص سواء اللاعبين أو حتى الجهاز الفني بالمناسبة اللي عليه كلام كتير أصله كولر مش عارف تخانق مع مين وخالد بيبو وإف ضد مين ومين عمل إف مين والكلام اللي حضراتكم عارفين عنوين من العينة اللي حضراتكم عارفين كل الكلام اللي بيتقال معظمه وليس كله هو كلام مضروب ولا يمت للواقع بأي صلة خلينا أقول لكم بالمعنى الدارج على سوشال ميديا هبد يقول لك يا عم كفاء هبد عشان كده أنا بتمنى أن يكون في أو طرق يعني يتم مراجعة سياسة بعض الصحف والمواقع في تناول أخبار النادي الأهلي على الأهل يرجع للنادي الأهلي على فكرة النادي الأهلي من خلال مركزه الإعلامي بيوضح حاجات كثيرة جدا أو تقول ما يعني طبعا أنت صحفي يقول مصادره دي صعبة جدا ولكن يقول لك علق مصدر من النادي الأهلي طب مين المصدر يا جماعة عم هوم يعني محدش هيتكلم في النادي مثلا على الكرة غير كابت خالد بيبو أو حاجة تخص الكرة هيتكلم كابت خالد بيبو حاجة تخص النادي هتلاقي دكتور سعد فأنا مش عارف برضه أخبار كمية أخبار متدولة كثيرة جدا وإشعاعات كثيرة جدا جدا ضد النادي الأهلي خلال هذه الفترة وأنا الأسبوع ده كله مركز على الموضوع ده لأنه كل يوم بجد من خلال أصدقائنا في الإعداد أنه كل يوم بنجد أخبار كثيرة جدا جدا ضد النادي الأهلي وهي أخبار ليست صحيحة ليست صحيحة وترجمة نانسي قنقات للمشاهدة